موسيقى الرئيس عبدالفتح السيسي يوجه بالتوسع في التعاون مع الدول الأفريقية في إطار مبادرة مصر الرقمية بوساطة فرنسية وزارة الدفاع الروسية تعلن بدء سرياني وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح ممرات إنسانية لعبور المدنيين عملية نوعية للتحالف العربي ضد أهداف عسكرية تابعة لقوات الحوثي بصنعاء الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جريني نشر إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري فأهلا بكم موسيقى 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 وجه رئيس عبدالفتح السيسي بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع قد تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واضف المتحدث أن المشروعات شاملة التوسع في بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات على المهارات الرقمية فضلا عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة من ناحية أخرى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة ضمن مبادرة إفريقيا للإبداع الرقمية والتي أطلقها السيد الرئيس خاصة من خلال تشجيع الشركات المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيرتها الإفريقية لبناء منظومات رقمية متكاملة فضلا عن إتاحة التدريب التقني المتخصص للشباب الإفريقي في مجالات التكنولوجيا المختلفة تنفيذا لتوجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل مطار القاهرة الدولي طائرة قادمة من بولندا وعلى متنها 174 راكبا والتي تم تخصيصها لعودة المصريين المتواجدين في بولندا إلى أرض الوطن وذلك بعد أن عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة بعد الأحداث الروسية الأوكرانية وقد خصصت تيدارة الحجر الصحي في مطار القاهرة طاقما طبيا لفحص الركاب وإجراء التحاليل لمن لا يحمل شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا ومتابعة حالتهم الصحية أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم أن عدد الطلاب الداريسين بأوكرانيا الذين قاموا بالتسجيل وصل إلى 1900 طالب حتى الآن مشيرة إلى متابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاع أبناء الجالية المصرية في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية الأوكرانية وأكدت وزيرة الهجرة أن الحفاظ على حياة الطلبة له الأولوية القصوى مؤكدة متابعة القيادة السياسية بصورة يومية للمستجدات وإصدار تكليفات بدراسة موقف الطلاب المصريين لبحث كافة البدائل المتاحة للحفاظ على المستقبل الدراسي لأبنائنا في ضوء ما تشهده أوكرانيا من تطورات الأحداث الجارية وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث دع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الغربة لتزويده بطائرات عسكرية وخلال مقطع مصور بثه زيلنسكي على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي طالب الرئيس الأوكراني دول العالم إلى مقاطعة النفط الروسية مشددا على أن مستقبل أوروبا ستحسمه المقاومة الأوكرانية لعمليات العسكرية الروسية على أراضي بلادها أعلن عضو الوفد الأوكراني للمحادثات مع روسيا عضو البرلمان الأوكراني عن حزب الشعب ديفت أرخاميا أن الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية ستنطلق في وقت لاحق اليوم على الحدود البولندية البلاروسية وأوضح أرخاميا أن المفاوضات ستبدأ الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي في منتج عبيلوفيسكايا بوشا في بلاروسيا وفي وقت سابق أكد عضو الوفد الروسي والمشارع الروسي ليونيد سولتيسكي أن الجولة الثالثة من المفاوضات قد تعقد بالفعل في وقت لاحق اليوم الاثنين وبسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا شهدت العديد من المدن هاجمات متواصلة وحصارا خانقا من القوات الروسية ومن هذه المدن مدينة إيربين إيربين المدينة الأوكرانية الواقعة على بعد 25 كم شمال غرب لعاصمة كييف اضطر سكانها إلى الفرار بسبب الحرب اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء تهديئة وفتح ممرات إنسانية من كييف وماريو بول وخاركوف وسومي للسماح بعبور المدنيين وجاء في بيان الوزارة أن إعلان التهديئة ووقف إطلاق النار جاء بناء على طلب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون من الرئيس الروسي بوتين ودعا البيان الجانباء الأوكراني للالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب أضح البيان أن المعلومات المتعلقة بإنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا يتم نقلها إلى الهياكل المهنية للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى ترجمة نانسي قنقر شدد وزير الخارجية الصيني وانجي على متانة العلاقات الصينية الروسية واصفا إياها أنها راسخة وأضف وزير الخارجية الصينية أن بلاده لا تبحث عن مواجهة مع الولايات المتحدة محدرا من اندلاع حرب باردة وبخصوص الحرب الروسية الأوكرانية أعرب وانجي عن استعداد بلاده للوساطة لحل الأزمة قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن حلف الناتو قد عزز من وجوده العسكرية في أوروبا الشرقية مؤكدا أن هذه التغييرات ستحدث فرقا بعد الحرب في أوكرانيا وضف بلينكين خلال زيارته إلى لتوانيا أنه سيتم تركيز على التحديات التي تواجه الحلف في الفترة الحالية في هذا الجزء من أوروبا كذلك سيتم العمل على حفظ السلام ولا يمكن لأي دولة أن تقوم بمهاجمة دولة أخرى كما أشار وزير الخارجية الأمريكية أنه يجرى العمل لتقديم المساعدات للاجئين الأوكرانيين الذين فروا إلى دول الجوار في هذه الأزمة الحالية لتوانيا والوية المتحدة الأمريكية عازمة على الوقوف إلى جانب أوكرانيا وتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية من أجل الدفاع عن نفسها وطبعا نحن نزيد الكلفة على الكرامل ونزيد من الدعم الإنساني ونحن لدينا دفاعات مشتركة لنكون مستعدين لتصاديل أي هجوم الوية المتحدة الأمريكية نشرت سبعة آلاف من الجنود الإضافيين إلى أوروبا إضافة إلى من هم موجودون أصلا في أوروبا من أجل تعزيز دفاع عنه أكد رئيس والوزراء البريطاني بوريس جونسون ضرورة المضي قدما في فرض العقوبات على روسيا لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا أضاف جونسون أن المملكة المتحدة لن يكون لديها نظام يسمح للأشخاص بالقدوم إليها دون أي فحصات أو ضوابط وأشدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة إرسال رسالة مفادها أن بلاده ليست ضد الروس لافتا إلى أنه سيجرى اليوم محادثات مع الرئيس الأمريكي وبعض القادة الآخرين يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا وتتضمن الجلسة المفتوحة إحاطتين الأولى من مارتين جريفث وكيل الأمين العام للشيون الإنسانية والثانية من كاثر الراصل المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف للطفلة كانت موسكو قد اتهمت كيب بالسعي لتصنيع أسلحة نووية بينما نفت أوكرانيا ذلك مؤكدة أنها ليس لديها خطط للانضمام مجددا إلى النادي النووي ويخضع العاملون في محطة زابورجيا الأوكرانية للطاقة النووية لأوامر القيادة الروسية التي استولت على المحطة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 شهدنا كرام نتابع الآن لقاتات حية حيث الحدود الاوكرانية الرومانية لعبور عدد من المواطنين الاوكرانيين إلى رومانيا وقد وصل عدد اللاجئين حتى الآن إلى واحد ونصف مليون لاجئة وهناك اعتقادات أن عدد اللاجئين سوف يزداد مع الأيام القادمة وتوجه نحو مليون أو أكثر من مليون إلى بولندا وهناك مائتين وسبعين ألف لاجئة عبر الحدود إلى رومانيا علقت محكمة العدلة الدولية جلستها استماع بشأن شكوى أوكرانية ضد روسيا بعد انتناعها عن المثول في الجلسة الافتتاحية في قضية أقامتها أوكرانيا للمطالبة بإصدار أمر لموسكو بوقف عمليتها العسكرية وقالت رئيسة المحكمة جوان دون هويو أن المحكمة تأسف لعدم مثول جمهورية روسيا الاتحادية في هذا الإجراء الشفوية وكانت كيف قد قدمت طلبا في السادس والعشرين من فبراير أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لهاي بعد أيام قليلة من بدء العملية الروسية وتطالب باتخاذ إجراءات عاجلة في انتظار حكم كامل قد يستغرق عدة سنوات في دولة هناك فقط عدم للعدالة بسبب هذه التفجيرات الروسية على مدننا في مؤطف أمام المحكمة الأوكرانيون يواجهون هجمات مميتة الملايين في خطر والأمم المتحدة وطبعا المسؤولون ينبهون من أن هناك إصابات في صفح المدنيين إصابات كثيرة طبعا غزو الرشا تسبب بأكثر من مليون شخص لأن يفروا من الدولة والكثيرون مشردون ونزحون داخليا الألاف اتخذوا ملاجئ لهم في أنفاق المترو وهناك أطفال يولدون في أنفاق المترو وطبعا هناك تفجير واستهداف للمستشفيات هذا ما يجهه الشعب الأوكراني يبحث مجلس النواب الأمريكي إمكانية سياغة مشروع قانون لحضر استراد موارد النفط والطاقة من روسيا إلى الولايات المتحدة على خلفية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وقالت رئيسة مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي إن المجلس يدرس حاليا إمكانية اقتراح تشريعات صارمة من شأنها أن تزيد من عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي وأضافت بيلوسيا أن الكونجرس يعتزم مناقشة إلغاء العلاقات التجارية الطبعية مع روسيا وبيلاروسيا كخطوة أولى نحو حرمان روسيا من التواصل مع منظمة التجارة العالمية المترجم بخصوتي من الض потому رؤية القربية بكل طبعي اشتركوا في القناة وقع فرار ما يصل إلى خمسة ملايين أوكراني من بلادهم إذا واصلت روسيا قصفها لأوكرانيا قال بوريل لدى حضور اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في مونبلي بفرنسا أنه يجب حجد كل موارد الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول التي ستستقبل الأوكرانيين الفارين من بلادهم واتعهد بوريل أيضا بإجراء المزيد من التدقيق في انفاق الاتحاد الأوروبي على المساعدات في الدول التي دعمت روسيا دبلوماسيا أو امتنعت عن انتقاد العملية الروسية في أوكرانيا اشتركوا في القناة نتابع الآن صور من الحدود الأوكرانية البولندية حيث يتوافد اللاجئين الأوكرانيين على حدود بولندا وهذه صور من أحد مراكز استقبال اللاجئين الأوكرانيين مشاهدين الكرام هذه هي لقطات حية للحدود الأوكرانية البولندية وهي أحد أو أحد المراكز مراكز الملاجئ لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين وقد عبر مشاهدين الكرام حوالي مليون لاجئ أوكراني الحدود الأوكرانية البولندية وقد تم استقبالهم بحفاوة بالغة من السلطات والشعب البولندي وقد قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه من المطاق عفرار ما يصل إلى خمسة ملايين أوكرانية من بلادهم إذا واصلت روسيا قصفها لأوكرانية اتوافد الأوكرانيين أو اللاجئين الأوكرانيين على كل من بولندا ورومانيا وقد شهدنا قبل قليل لقطات النحية حيث الحدود الأوكرانية البولندية وعبور اللاجئين الأوكرانيين لبولندا قالت رئيسة المفاوضية الأوروبية رسول فن ديرلاين أن أسعار الطاقة تضغط على المستهلكين والشركات خاصة مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جاء ذلك خلال لقاء لها مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في مقر المفاوضية الأوروبية ببراكسل نعرف أن أسعار الطاقة تضغط كثيرا على المستهلكين وعلى الشركات وسنناقش كيف في الضمان أن تبقى أسواق الكهرباء والطاقة فعالة على رغم من أسعار الغاز المرتفعة التي عززتها حرب بوتين هناك عنصران أهميان لذلك البعد الأول يتعلق بحماية المستهلكين والشركات الأكثر عرضة للخطر والأكثر هاشين والبعد الثاني هو نظر إلى أسواق الطاقة نظرا لأننا نعمل على تحول الطاقة قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا ستقدم 100 مليون دولار لأوكرانيا من خلال البنك الدولي وأضافت رئاسة الوزراء البريطانية أن ذلك يأتي في إطار السعي للحفاظ على استمرار الدولة في أداء مهامها الأساسية والتخفيف من الضغوط المالية الناجمة عن الهجوم الروسي تسعى بريطانيا إلى القيام بدور محوري في التصدي الدولي للأزمة الأوكرانية من خلال تقديم مساعدة عسكرية دفاعية والدعوة لفرض عقوبات أكثر صرامة مرة أخرى على الكريملين وتقديم الدعم المالي لكييف أيضا تواصل أسعار الغذاء العالمي ارتفاعها بعدما هددت الهجمات الروسية على أوكرانيا سلسل الإمدادات مما دفع أسعار أسواق السلع إلى أعلى مستوياتها في سنوات تشكل روسيا وأوكرانيا معا ثلث صادرات القمحة عالميا وخمس مبيعات الضراء في الوقت الذي تشد فيه حدة الهجوم الروسية على أوكرانيا تهدد الأزمة الأوكرانية والعقوبات الدولية المفروضة على روسيا الإمدادات الغذائية وسبل عيش الشعوب التي تعتمد على الأراضي الزراعية الشاسعة الخصبة في منطقة البحر الأسود والمعروفة عالميا باسم سلة خبز العالم وبمجرد بدء الهجوم الروسي اضطر المزارعون الأوكرانيون إلى اللوذي بحياتهم والفرار وإهمال حقولهم خاصة مع إغلاق الموانئ التي يتم عبرها شحن القمح وغيره من السلع الغذائية الأساسية إلى جميع أنحاء العالم وفي ظل العقوبات واسعة النطاق المفروضة على روسيا ذكرت مؤسسة ماركت ووتش المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي أن تزايد المخاوف من احتمالية تعرض صادرات روسيا من الحبوب وهي قوة زراعية أخرى إلى عقوبات دولية تتسبب في مزيد من الانخفاض في إمدادات السلع الغذائية وأشارت مؤسسة ماركت ووتش إلى أنه على الرغم من عدم حدوث أي اضطرابات عالمية حتى الآن في إمدادات القمح إلا أن أسعارها قد ارتفعت بنسبة 55% بسبب المخاوف العالمية وسط هذه الظروف يواصل المسؤولون في الدول الأوروبية الاستعداد لمواجهة النقص المحتمل في المنتجات من أوكرانيا وزيادة أسعار علف الماشية والتي قد تعني بالتالي زيادة تكلفة اللحوم والألبان في حال اضطرار المزارعين إلى تحميل العملاء هذه التكاليف ترجمة نانسي قنقر 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 برئاسة لبنان وتضمن مشروع جذول الأعمال عددا من البنود لمختلف قضايا العمل العربي المشترك وفي مقدمتها التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر والقضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن وشهدت بداية الجلسة تسليم الرئاسة من الكويت رئيس الدورة السابقة إلى لبنان رئيس الدورة الجديدة يأتي اجتماعنا اليوم في ظل استمرار التحديات الجسيمة التي تواجهها منطقتنا العربية حيث سعت دولة الكويت خلال رئاستها واستشعارا منها بالمسؤولية إلى تقديم الدعم للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي لا تزال تمثل قضية العرب الأولى ونشهد معها استمرار معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وهنا تجدد دولة الكويت تأكيدها على موقفها الثابت اتجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعقد الدورة المئة وخمسين لمجلسنا المؤكر في ظل استمرار التحديات الجمة التي تواجهها منطقتنا العربية والظروف الدقيقة التي تحيط بها وبالإقليم سواء حالات التوتر التي تعيشها بعض دولنا العربية الشقيقة من أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية أو مواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها ولازالت جائحة كورونا على مجتمعات العالم كافة أو الأزمة الروسية الأوكرانية التي استجدت مؤخرا على الساحة الدولية وفيما يخص لبنان أن أزماته معقدة وهو يواجه التحديات من الخارج وفي الداخل أكد البلمان العربي أن المرأة العربية تمثل نموذجا رائدا ومثالا يحتذا به في البدل والعطاء فضلا عن قدراتها في إثبات جدرتها وكفاءتها في كافة المجالات مما أهلها لتتبوأ مختلف المناصب وشدد رئيس البلمان العربي عادل العسومي في بيان أصدره اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام على حرص البلمان على دعم وتمكين المرأة العربية وبناء قدرتها لتعزيز دورها في عملية التنمية المجتمعية موضحا أن هذه القضية تحظى بأولوية متقدمة في خطة العمل الجديدة للبرلمان العربي أعلن التحالف العربي عن عملية نوعية ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة لقوات الحوثي بصنع وأوضح التحالف في بيان أن العملية جاءت استجابة لتهديد الطائرات المسيرة ومحاولات استهداف المدنيين مشيرا إلى أنه تم اعتراض وتدبير طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن تشكيل لجنة لتشاور مع مجلس النواب الليبي حول وضع القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات القادمة وأكد مجلس الدولة رفضه القاطع لاستمرار إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ومطالبة الجمعية العمومية للمحكمة بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية في أسرع وقت واعتبار أن استمرار إغلاقها هو إنكار للعدلة وجاء تشكيل هذه اللجنة عقب مخاطبة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالشأن الليبي استفاني واليامز لمجلسي النواب والدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات القادمة أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس كورونا حول العالم إلى 446 مليون ومائتين وثمانية وسبين ألف وتسعمائة وتسعين وثمانين حالة وفدت الجامعة بأن إجمالية الوفاية جرى الإصابة بالفيروس حول العالم اقترب من 6 ملايين وفاة حيث سجل 5 ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف ومائتين واثنان واثنان وعشرون وفاة وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابة بكورونا بلغت أكثر من تسعة وسبعين واثنين من عشر مليون إصابة تلتها الهند ثم البرازيل يعتزم مجلس الأمن الدولي عقدة جلسة هذا الأسبوع للرد على الإطلاق الساروخي الشمالي الأخير وسيكون هذا ثاني اجتماع للمجلس دي صلة بنفس القضية في نفس الأسبوع وقال مسؤول حكومي كوري جنوبي إن الحكومة الكورية على اتصال وثيق مع الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمن بما في ذلك الولايات المتحدة وصرح الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو صاروخا باليستيا متوسط المدى باتجاه البحر الشرقي أول أمس السبت في تاسع استعراض للقوة منذ بداية العام وفي اليوم التالي ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج أن سلطات علوم الدفاع في البلاد قد أجرت اختبارا مهما آخر في إطار خطة لتطوير قمر استطلاع صناعية أنت موت يا عمد يقولي يا ماما أنا موتيش أنا اترى إيه حضرني ورف بي سيكون كان بيقولي ده آخر حضرني حتى الدموع وعمت لخبطة يقولي رايزي تتلعي دكتورة في دامعة نزلها نزارطة كان على يقين إنه هو يسر موت مليون تحير ما رازم ناخد حقه وليزم نكمل ما عاشي لا حزنها مش قدرة تنزل منها التمن ده اللي هو دم وروح قدم عشان الدولة دي تبقى دولة ودايما كنا بنفكر في فكرة واحدة بس إن الإرهاب لازم يمد الوقت وبأيدينا وتحت رجلينا عشان ما يتقلش لأي مكان 9 مارس يوم الشهيد والمحارب القديم عطاء وخلود نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحية الحرب مؤتمرا صحفيا للاحتفال بمناسبات الذكرى الوطنية ليوم الشهيد وذلك تزامنا مع بد احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم تم من خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام تزامنا مع بد احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحية الحرب مؤتمرا صحفيا للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية تم من خلاله الاعلان عن انشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام واكد اللواء اشرف احمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ان احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكر استشهاد الفريق اول عبد المنعم رياض والذي عكس تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الامامية وان ذلك الاحتفال يأتي تأكيدا على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الابرار الذين جسدوا بارواحهم اسمام عاني الوطنية والفداء وصطروا اروع الملاحم البطولية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة مؤكدا ان القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهدا في تقديم كافة اوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لابنائها من اسر الشهداء ومصابل عمليات الحربية تقديرا لما قدموه من تضحيات لاعلاء كلمة الوطن من صغر كان مختلف ولجل الحق بيه يتحلف والوقت يفوت والعجل الدور وجه عليه الدور وبقى امان وطن وهم وانه يفديكم بدمو لحد ما نال الشهادة وكان على وشه السعادة مرحش بلاش وفقل بنعاش تسعة مارس يوم الشهيد والمحارب القديم عطاء وخلود عقد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر اطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ جلسة مباحثات مع المدير التنفيذي لسندوق المناخ الأخضر ذلك بمقر وزارة الخارجية وبدأ مدير صندوق المناخ الأخضر زيارة لمصر أمس حيث يلتقي كبار المسؤولين لبحث استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغيرات المناخية نهاية العام الجاري ذلك بشرم الشيخ بالإضافة إلى استعراض أهم قضايا التغير المناخية أشارت وزارة ألبيا إلى أن مصر تحرس على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي خلال رئاسة مؤتمر المناخ كوب 27 القادم والمقارن نعقاده بشرم الشيخ نوفمبر المقبل وخلال لقائها المدير التنفيذي لسندوق المناخ الأخضر أكرت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن عام 2022 يعد مميزا في جهود الربط بين حماية التنوع البيولوجي وتغير المناخ لافتة إلى المبادرات العالمية التي ستطلقها مصر من خلال رئاساتها للمؤتمر بحثت وزارة الصحة مع مسؤولي شركة ساينوفاك بايوتيك سبل التعاون المشترك بين الشركة القابدة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا وشركة ساينوفاك الصينية كذلك الخطوات التنفيذية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع اللقاحات وأوضحت الوزارة أن الجانبين قد بحث إمكانية التعاون بين فاكسيرا وساينوفاك لإنشاء مركز للتجارب الإكلينيكية بالإضافة إلى إنشاء مركز للبحوث التطبيقية داخل مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر كما تمت مناقشة الأعمال الجارية بمجمع التبريد الجاري تنفيذها بالشراكة مع ساينوفاك شاركت مصر في فعاليات معرض الدفاع العالمية المقام بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من السادس إلى التسع من مارس الفين اثنين وعشرين وأقام وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي والوفد المرافق له بزيارة جنح شركة تاريثيون السعودية المقتصة بأنظمة الدفاع والفضاء والأمن السيبراني وذلك للاطلاع على معروضات الشركة وأحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات وخلال الزيارة أكد الوزير أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات السعودية في مختلف مجالات التصنيع مشيدا بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية قام وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي بزيارة جنح شركة جنرال لديناميكس الأمريكية ذلك على هامش معرض الدفاع العالمي بالسعودية وأشر الوزير إلى وجود تعاون مثمر بين الوزارة والشركة على مدر العقود الماضية في مجال الإنتاج المشترك للدبابات M1A1 مضيفا أنه خلال تفقد جناح الشركة بالمعرض تمت مناقشة الموضوعات الخاصة بالشراكة المستقبلية كما استعرض الوزير أبرز الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية لوزارة الإنتاج الحربية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إصدار وزارة التربية والتعليم قرارات بإطلاق منصات جديدة لإجراء امتحانات تجربية لطلاب شهادة الثانوية العام للعام الدراسي 2021-2022 وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن موضحة أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي من خلال مؤتمر صحفي يتم عقده خلال الفترة المقبلة مشددة على أن كافة المعلومات الرسمية بشأن امتحانات الثانوية العامة يتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للوزارة أعود إلى الخبر الأبرز حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحداث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمية بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع قد تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمية بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على شتى مجالات المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومية وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور بناء الإنسان المصري والتي شملت التوسع في بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية فضلا عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات كما تم عرض جهود تطبيق مبادرة مصر الرقمية التي تستهدف المتدربين والخريجين والمهنيين المستقلين والعاملين في مختلف المشروعات القومية إلى جانب مبادرة أفريقيا للإبداع الرقمية والتي كان قد أطلقها السيد الرئيس حيث وجه سيادته بالتوسع في التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في هذا الإطار خاصة من خلال تشجيع الشركات المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيرتها الأفريقية لبناء منظومات رقمية متكاملة فضلا عن إتاحة التدريب التقني المتخصص للشباب الأفريقي في مجالات التكنولوجيا المختلفة اختتمت ورشة العمل التدريبية والتعريفية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والغربية على مدار أسبوع حول منصة أياد مصر للتسويق للمنتجات اليدوية والتراثية وقال وزير التنمية المحلية محمود شعروي أن الورش الثلاث التي تم تنظيمها في محافظات المرحلة الأولى شارك فيها حوالي 120 من المنتجين والمصنعين للحرف اليدوية والتراثية وأضاف وزير التنمية المحلية أن الورش كانت تهدف إلى تدريب المنتجين والمصنعين بالمحافظات وتعريفهم بمنصة أياد مصر وأهدافها وأهمية التسويق الرقمي والإلكتروني للمنتجات أكدت وزارة الموارد المائية والرأي أهمية التعاون بين مصر ودولة جنوب السودان والذي يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطن دولة جنوب السودان وخلال لقاء لوزير الرأي محمد عبد العاطي مع نظيره بدولة جنوب السودان ماناوى بيتر أكد الوزير أنه تم مناقشته موقف المشروعات التي تم تنفيذها ويجرى تنفيذها حاليا لخدمة المواطنين بجنوب سودان وعلى رأسها مشروعات لتوفير مياه الشرب والحماية من أخطار الفيضانات على جانب آخر استعرضت وزارة الموارد المائية والريئة لإجراءات المتبعة لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول ومتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها حاليا للحمية من أخطار السيول وخلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تم التشديد على ضرورة استمرار المرور والمتابعة للتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ كما تم بحث الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتلبية الاحتياجات المائية لموسم الزراعي خلال الصيف المقبل أكدت وزيرة التجارة وصنع نيفينجا مع أهمية تعزيز التعاون مع الإمارات فيما يتعلق بتوسيع وتنويع سلاسل التوريد مشيرة إلى أن معدلات الصادرات المصرية لأسواق الإمارات بلغت خلال عام 2021 نحو مليار ومئة وستة وتسعين مليون دولار وخلال استقبالها لمريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة أشرت الوزيرة إلى أن هناك فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال الإماراتية للاستثمار بمصر في مجالات الغزل والنسيق والولود والأثاث والصناعات اليدوية والحرفية التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مارك بومان وذلك للإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من الدعم الفني المقدم من البنك خلال النصف الأول من العام الجاري وقال زكي أن إطلاق المرحلة الثانية من التعاون مع البنك يأتي بهدف تنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد خاصة فيما يتعلق بالخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين من جانبه أكد المسؤول الأوروبي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدمت مثلا في كيفية تسريع عملية ترحل خدمات الرقمية خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع ليسجل رأس المال السوقي مستوى 694 مليار جنيه ذلك وسطة دولات بلغت نحو 20.5 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 3.55 من 100% ليغلق عند مستوى 10700 ونقطة واحدة كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساول أوزان بنسبة 2.14 من 100% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة هبط مؤشر اي جي اكس 100 متساول أوزان بنسبة 2.16 من 100% ليغلق عند مستوى 2834 نقطة وللمزيد والمتابعة أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال أحمد سعد أستاذ أحمد سعد كيف تقيم أداء البورسة المصرية اليوم سعد كيف تقيم وطبعاً وسط شرق ملحوظة من المؤسسات المصرية يولي مرة أخرى للسهول بلحشة 3550 من نسبة للمؤشرات الصغيرة معاشر اي جي كسرعين أفل عند 1280 طبعاً استقرار توق مستوى 1800 يولي مرة أخرى المؤشر المقاومة مهمة عند 1250 أبرز قطاعات المواردة قطاع البنوك من رفزة حوالي 534 مليون حوالي 352 مليون من تنبيذات السوق يري قطاع المواردة الأساسية 167 مليون حوالي 11% يري قطاع الخنوات الغير من السرطية والأقراط سوم الأخزاء والمشروع نعم أستاذ أحمد ما هي أبرز القطاعات الرابحة خلال تعاملات اليوم وأيضاً أسباب الصعود من وجهة نظرك والقطاعات المترجعة أيضاً الحال النهاردة طبعاً تنفيبها ملحوظ من المؤسسات الأجنالية ولكن قبل الشيارة ملحوظة من المؤسسات المصرية أدى إلى تركيز على قطاع البنوك بشكل ملحوظ على حوالي 35% من التنفيذات السوق هو قطاع البنوك النهاردة طبعاً البنك التجاري الدولي كان صاحباً للوزنة الأكبر هو كان أكبر تعاملات النهاردة بحوالي 51 مليون شرق من المؤسسات المصرية طبعاً شرق المؤسسات المصرية في السوق بيخلص حالة من التوازن وحالة إلى نظرة استقرار ويعود المراخل للصعود إن شاء الله إن شاء الله أستاذ أحمد سعد شكراً جزيلاً لك في منطقة الخليج تباين أداء مؤشرات الأسهم بين ارتفاع أسعار النفط وتدعية الأزمة الروسية الأوكرانية وترجع مؤشر البورسة السعودية بنسبة 23% كما هبط مؤشر سوق دبي بنسبة 89% يأتي ذلك في حين ارتفع مؤشر سوق القويت بنسبة 34% ومؤشر البحرين بنسبة 43% سجل مؤشر نيك الياباني أكبر انخفاض له فيما يزيد على خمسة أسابيع إذ لم تظهر أي علامات على اقتراب انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى وزيادة المخاوف من حدوث صدمة تضخمية مصحوبة بركود اقتصادي عالمية فترجع مؤشر رينيكي بنسبة 2.94% مسجلا أكبر انخفاض له منذ 27 يناير الماضي كما انخفض المؤشر توبكسل أوسع نطاقا بنسبة 2.76% وصلت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في عام مع بحث دول غربية لإمكانية فرض حظر على النفط الروسي مما زاد احتمالات المخاطر التدخمية الأوسع نطاقا ومخاطر ابطاء النمو الاقتصادي وهبط مؤشر ستوكس الستباع الأوروبي بنسبة 42.10% كما هو مؤشر داكس الألمانية بنسبة 3.7% وقادت أسهم شركات التجزية وشركات صناعة السيارات والمصارف للخفضات وتروحت خسائرها بين 4 و 18 و 5% سجل الروبل الروسي أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار رغم الإجراءات الصارمة التي فرضتها روسيا في محاولة لتجنب انهيار عملتها بسبب العقبات التي فرضتها أو فرضها الغرب عليها فوصل سعر العملة الروسية إلى 106.5 روبل للدولار بعدما أنهى الروبل تعاملات الأسبوع الماضي على تراجعا بنسبة 20% مقابل الدولار واليورو انتهت نشرة الأخبار وعليكم أهم ما جاء فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي يواجه بالتوسع في التعاون مع الدول الإفريقية في إطار مبادرة مصر الرقمية بوساطة فرنسية وزارة الدفاع الروسية تعلن بدء سريان وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح ممرات إنسانية لعبور المدنيين أعمالية نوعية للتحالف العربي ضد أهداف عسكرية تابعة لقوات الحوثي بصنعاء انتهت الثالثة شكرا على حسن المتابعة وإلى لقاء في أمان الله اشتركوا في القناة